الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية لماذا يخلط الوالدان كثيرا بين أسماء أبنائهم؟ أتريد أن تعلم لماذا تناديك أمك باسم أخي؟ أتريد أن تعلم لماذا يخلط الوالدان كثيرا بين أسماء أبنائهم وكثيرا من الأشياء من حولهم أحيانا كحيوانات يربونها في المنزل؟ إليك هذا المقال الشيق الذي سيجيب عن كل هذه التساؤلات التي في بال لماذا يخلط الوالدان كثيرا بين أسماء أبنائهم؟ يوجه الباحثون اللوم إلى عملية استرجاع المعلومات التي يقوم بها الدماغ ورد يوم السبت في الثامن عشر من كانون الثاني عام 2014 دراسة جديدة تقول في أغلب الأوقات يخلط الوالدان بين أسماء أبنائهم حين تتشابه بين بعضها البعض أرضى الباحثون استبيانات على 334 شخصا لديهم شقيق واحد أو أكثر طالبين منهم ذكر نقاط تشابههم في المظهر والشخصية مع أشقائهم وكم مرة يخطئ والداهم بأسمائهم؟ وعلى ذلك ذكر الأشخاص الذين تشاركوا بالأصوات الاستهلالية مثل جيمي أو جاسون أو النهائية مثل أماندا وسماندا مع اسم شقيقهم أن والديهم كانوا ينادوهم بالاسم الخاطئ أكثر من غيرهم ممن لا تتداخل الأصوات بأسمائهم وكما بيّنت الدراسة التي تم نشرها حديثا في صحيفة بلوسوان على شبكة الإنترنت فيعتبر هذا الموضوع صحيحا خاصة بين الأشقاء الشباب الذين يعودون لذات الجنس ويتشابهون في العمر بشكل قريب قال بعض المشاركين أنهم كانوا يدعون بأسماء غيرهم من أفراد العائلة بينما كان الآخرون يدعون باسم حيوان مدلل عند أهلهم وقالت زينزي جريفن أستاذة في علم النفس بجامعة تيكساس في أوستون هذا يدل على مدى تأثير العوامل الاجتماعية والظرفية في الوالدين حين يستخدمون اسم ولد من أولادهم فمثلا تقف الأم في مطبخها وهي تريد أن تدعو ابنها إلى الفطور وفي آخر مرة وقفت فيها هناك نادت اسم فيدو الكلب إلى الطعام وتابعت جريفن إن الأم عندما تقول تعالى إلى الفطور يا فيدو حين تنادي ابنها يعود ذلك للتشابه في الظرف واستخدام كلمات متماثلة بين بعضها البعض وقالت جريفن في نشرة أخبار لجامعة من الجامعات من المغري أن ننسب أخطاء كهذا إلى وضع الحيوانات بمكانة أفراد العائلة أو بدائل عن الأطفال ولكن يبدو غير مناسب أن يرتكب الوالدان هكذا أخطاء بسهولة إن كانوا يصنفون أفراد عائلتهم بصورة فوتوغرافية وتظهر نتائج هذه الدراسة أنه حين يخلط الأبوان بأسماء أبنائهم ذلك بسبب ثغرة في عملية استرجاع المعلومات التي تجري في الدماء فليس هناك داع للقلق لذلك وقالت جريفن بسبب ازدياج الخلط بالأسماء بعوامل كالتشابه في الإسم أو في الجسم فيجب أن لا يتم النظر إليه وعزوها إلى عالم النفس فرويد ولا أن يتم التعبير عنه بتفضيل أحد الأبناء على الآخر أو بمعنى آخر من الأفضل أن لا يفسر الناس الأخطاء كثيرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة